الناس مش عندها تفاصيل كتير عن ما جرى من توقيع الاطار بين مصر والسوبيا والسودان مبارح فيه الخرطوم البعض خدوه بمعنى انه مصر خلاص كده اعتراف رسمي ببناء الساد انه مش هنقدر بعد كده عندنا اي خطوات ان احنا مكسبناش اي حاجة بالعكس احنا دينا يعني سك البراءة للسوبيين يعني لازم يكون هناك نظرة موضوعية لاي عمل وهذا العمل تم بعد جهد كبير تدفرت عليه كافة مؤسسات الدولة وتم مراجعته بدقة وعناية خلال ثلاث اجتماعات للجنة العليا للمياه اللي بتردهم تحت رئاسة رئيس الوزراء اجهزة سيادية كافة والتي راجعت هذا الاتفاق مراجعة دقيقة جدا واعتمدته بشكل جماعي لرؤيتها بان هذا المستند هو مستند يضيف الى موقف مصر ولا يمتقس من حقوقها باي شكل من الاشكال فالاتفاقية التي تم توقعها بالامس هي خطوة على طريق بناء علاقة غديدة مع اثيوبيا تم من خلالها التعامل مع عدد من القصور اللي كان وارد في المساري الفني مثل انها اول مرة تعترف بها اثيوبيا باحترام نتيجة الدراسات الفنية اللي هيتم اعدادها بواسطة الشركات اللي هيتفق عليها الجانبين واللي هتحدد الاثار المترتبة على انشاء سد النهضة وكانت اثار خاصة بعمليات ملء او تشغيل او الاثار الاقتصادية والبيئية المرتبطة بالخزان لضافة لذلك في هذا الاتفاق الاقرار بالمبدأ عدم الادرار عدم الادرار بمصر وهذا من الامور التي كثيرا تحدثنا حول اهميتها والتي بني عليها اتفاق او الاعلان الذي صدر في ملابو والتوافق الذي تم بين السيد الرئيس ورئيس وزراء اثيوبيا بانه لن يكون هناك ضرر يقع على مصر مقابل اعتراف مصر بحقوق اثيوبيا في التنمية من ضمن ذلك من خلال سد النهضة